الحمد لله اطمأننا ربنا بيغفر لوفده وضيوفه اللي هما ضيوف الرحمن اللي هما الحجاج كل حاج روح سافر للحج وقصد البيت الحرام ربنا غفر له مش بس كده ولمن استغفر له الحاج فانا كنت قعد افكر بس هو ربنا غفر للكرأة كده خلاص ليه قال ما يفعل الله بعذابكم ربنا عز بالعباد ليه سبحانه وتعالى فربنا غفر للجميع اللهم لك الحمد على فضله وكرمه والامر الثاني ان في ناس ما سفرتش الحج لكن ربنا كتب لها الحج على نياتكم ترزقون حبسهم العذر حبسهم المرض وسيدنا النبي هو اللي علمنا كده والحديث في السياح مسلم ان في ناس يوم القيامة هتبقى مع الشهداء وهم لمسك سيف ولا طلع معركة ليه هو بس سأل الله الشهادة بصدق فبلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وحديث كمان جميل قوي شوف النبي بيقول ايه من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل ليصلي واحد عايز يصحي صلي بالليل وظبت المنبه وجاهز ميته اللي حيتوضى بها فغلبته عيناه حتى اصبح النبي اللي قال كده الله اللهم صلى عليه كتب له ما نوى وكان نبوه صدقة عليه من رب كان نوى يصحي صلي حداشا راكعة وصلهاش كتب له ما نوى ازاي احنا ازاي كرم منه هو ربنا كريم وهو الاكرم سبحانه وتعالى تعالوا بقى نشوف الخمس ايات اللي في صورة النساء عشان تطمئنه اكثر وما تخلوش بقى الدنيا بهمومها بمشاكلها تبقى مسودة القلوب كده والناس مخنوقة وتعبانة ومكروبة لا 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 انم كل دورة دهرك خد المنح والعطايا الربانية اللي جاءت في صورة النساء سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه احد الصحابة الكرام العظام عبدالله بن مسعود وعبدالله بن مسعود ده هو اول من جهر بالقرآن الكريم في مكة المكرمة يا خد الطايتل ده اول واحد قعد قدام الكعبة في وسط المشركين وسمعهم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن طبعا خد علقة نوت رضي الله عنه بس هو اول من جهر بالقرآن يقول الخمس ان في النساء في صورة النساء يعني لخمس آيات ما يصرني بهن الدنيا وما فيها خمس آيات دول والله الدنيا كلها بأصرها بما فيها لا 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 ما يلزمنيش يلزمني الخمس آيات دول الآية الأولى هي قول الله تعالى انت جتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما كان ربنا بقولنا اتطمينوا اتطمينوا ابعدوا بس عن الكبائر شرك بالله عقوق الوالدين شوف ازاي شهدت الزور اجتنبوا السبع المبيقات ايه السبع المبيقات ايه المهلكات شرك بالله قتل النفس التي حرم الله الا بالحق السحر اكل الربع اكل مال اليتيم التولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات ابعدوا عن الكبائر قال نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الاية التانية ان الله لا يظلم مثقال ذر ربنا لا يظلمش حد وينتكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا كريما ربنا تعمل حسنة صغيرة ممكن تدخلك الجنة يكبرها لك وينميها لك ويقبلها منك تدخلك بها الجنة امرأة بغي من بني اسرائيل بغي فرطت في شرفها وعرضاها سأت كلبي دخلت الجنة ينهى ربي كده اه هو كده كريم سبحانه وتعالى الاية التالتة ان الله لا يغفر ان يشرك به ولا العظيم الاية دي عظيمة فعلا يا اخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ايوه طب غير الشرك قال ويغفر وما دون ذلك اي حاجة غير الشرك يغفرها ازاي اه هو كده سبحانه وتعالى غفر ونرعيب الاية الرابعة ولو انهم افظلموا انفسهم جاؤوك اللهم صلي علي رح نزورنا النبي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لا وجدوا الله توابا رحيمة بنروح نزور النبي من نجد المغفرة والتوبة والرحمة الاية الخمسة والاخيرة ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الباب ما تفلش ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ابشروا الحمد لله ان احنا مؤمنين والله شرف كبير شرف كبير ان هو ربنا ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأوا الصرية دخولي تحت قولك يا عبادي وانسى يرطى احمد لنبي الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة اطمنوا وابشروا وتفائلوا وما تحملش للدنيا هم وربك كريم ودعي الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء ولا ترجش السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء دعي الايام تغضر كل حين فما يغني عن الموت الدواء اللهم يا اكرم الاكرمين تقبل منا بارك الله في كل من شاهدنا واستمع وتاب وانتفع اشتركوا في القناة